أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم رح نحكي عن تراجع عطاد طبعا دائما أو أغلب الأوقات لما بتراجع عطارد بتراجع بين برجين يعني خصوصا لما بكون منتخل وما أكمل الدرجات الكاملة في البرج فبرجع من برج لبرج الآن بما أن عطارد موجود في برج الدلو معناته هو رح يتراجع في برج الدلو ورح يرجع لبرج الجديد هاي أول شيء الآن في ناس رح يسأل سؤال خصوصا اللي ما بعرفوا في علم الفلك يقول لك الكوكب كيف بده يرجع أما هي الكواكب بتمشي باتجاه واحد كيف بده يصير أنه بيتراجع ما فيه إشي إشي اسمه برجع لورا أولا هو ما برجع رجوع لورا هو اللي بصير أنه هو ببطأ بحركته أبطأ من مسيره العادي لدرجة أنه كل الحركة أو كل زويدك أو الخارطة الفلكية مع كواكبها بتكون أسرع منه في الحركة يعني مرة شبهناها إحنا في حلقة سابقة زي واحد لما بكون راكب على بسكليت بايسيكل مثلاً وماشي في شارعه الآن اللي بكون يعد على في سيارة مثلاً وفي الكرسي الخلفي في السيارة مثلاً والسيارة هاي بتمر من جنب اللي بسوك البسكليت هاي أو الدراجة الهوائية أو البايسيكل أو سيارة أخرى فهاي ماشي بسرعة مثلاً لنفترض سرعة ستين السيارة اللي مرت من جنبها ماشي بسرعة مية وعشرين أو مية اللي بينظر من الشباك بشوف أنه السيارة اللي جنبه بترجع لوراك ماشي أنت ماشي لقدام وهي ماشي لقدام بسرعة متفاوتة ولكن لما تطلع هيك بتشوف السيارة اللي جنبك رجعت لوراك هي فعلياً ما بترجع لوراك ولكن أنت أسرع منها بالحركة فبانت بالنظر أنها هي بترجع لوراك ولكن فعلياً هي بتنشي للأمام هذا اللي بصير لما إحنا منحكي أنه كوكب بتراجع هو ببطأ بالحركة فعشان هيك بصير اسمه تراجع الآن في بعض الأشخاص بيقولك أنه سمعنا أنه الكواكب لما بتتراجع بتضاعف طاقتها وهذا كلام غلط أي كوكب بتراجع هو بفقد طاقته بالكامل يعني بصير ضعيف وما بعطي قوة وبالعكس بصير له أشياء منتحسة يعني بصير يعطيه طاقات سلبية مش طاقات إيجابية لأنه بيعمل ذبذبة في الكهرومغناطيسية تبعته هاي فها بتشتت فعشان هيك بصير فيه شغلات سلبية هيك لمحة طيب خلينا نحكي شوي الآن إيمتى بده يتراجع عطارد عطارد بده يتراجع يوم 14-1 رح يستمر في تراجع لغاية يوم 4-2 يعني مدة ثلاث أسابيع تقريبا الآن هو بما أنه موجود في برج الدلو يوم 26-1 برجع على الجدي يعني من 14-1 لغاية صباح يوم 26 بيكون في الدلو من بعد صباح يوم 26 برجع على الجدي بيظل في الجدي لغاية يوم لصباح يوم 4-2 أوكي هاي عملية التراجع عادة عملية التراجع هاي تأثيراتها بتبدأ قبل بثلاث أيام خمس أيام على حسب البطء ولكن بما أنه عطارد بطبيعته الآن منتحس تأثيراته رح تبدأ قبل بخمس أيام وبعد ما ينتهي التراجع خمس أيام ماشي طيب عشان نخذ لمحة إيش هو كوكب عطارد أو بأثر على إيش كوكب عطارد إيش أنا بستفيد من كوكب عطارد كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير على نقل أفكارنا للغير تقوية الذاكرة بيتحكم بالاتصالات والمواصلات يعني بيتحكم بالبريد بيتحكم بالتلفونات بالأجهزة الإلكترونية والمواصلات يعني بالسيارات والأمور هاي طبعا رح نحكي لاحقا إيش الأشياء اللي لازم نحضر منها في هاي النقطة طيب أول إيش عشان نعرف هو بأثر على إيش بدنا نأخذ الأمور اللي أنا رح أذكرها الآن من ناحية سلبية لأنه صفاته الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية قوة التفكير وتحليل الأمور وكثرة الحركة معناته بدنا نحط هاي الأمور بسلبياتها نطلع إحنا شو تأثيرات تراجع الطارد وهو أساسا بسلبياته عصبي عناته بدي يعطيه اندفاع وتهور وعصبية ومشاكل وعدم قدرة على إيصال المعلومة وواواوا من هذه الأمور طيب عشان إحنا دائما متعودين أنه نحسب نشوف الزوايا يعني هي حالة منتحسة أوكي حالة تراجع هي أعطته نحوصها ولكن بدي أحسب نسبة نحوصتها هاي بنسبة عالية ولا بنسبة صغيرة بنسبة 20% 30% 50% 100% ما أثرت إيش أعطتني إيجابية لازم أطلع على الزوايا أشوف إيش الزوايا اللي رح يشكلها من يوم 14-1 لا يوم 4-2 أول شيء أول زاوية رح يشكلها وهو أوريدي مشكلها يعني هو بطبيعة الحالة مشكلها هي زاوية ما بين التربيع هي ما بين عطارد وما بين أورانوس وهاي الزاوية ذروة تأثيراتها يعني ذروة تبعتها شوفوا إذا لمسنا شيء ما قبل هذا التاريخ بيكون لسه هاي بشائر الخير إحنا منسميها وإذا لمسنا شيء ما بعد التأخير منكون هاي هم مدعنا فزاوية هاي زاوية التربيع زاوية منفصلة ما بتتصل الآن هي بتأثر من يوم 5-1 لا يوم 18-1 هاي طبعا صفاتها إنها بتصيبنا بحالة من التشتت الفكري عدم التركيز بيصعب علينا إيجاد حلول لبعض المسائل بتجعلنا عصبيي المزاج بنرتكب أخطاء ممكن نتهور الوقت هذا بيكون غير صالح للشراكات وفي هاي الفترة ما تعتمدوا على الحدث نهائيا هذا واحد طيب دوليا إيش بتدل على جدل أو جدل في الواقع السياسي القائم بين المؤيدين والمعارضين في بلد ما غالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين المتطرف بتشهد هاي الفترة احتجاجات مظاهرات وخصوصا للحركات النقابية احتمال وقوع تقلبات عنيفة جدا في المناخ مثل عواصف ثلوج ما ممكن الثلوج هاي طال المناطق بشكل غريب أو غير مسبوق أو احتمال الوقوع برضو أمور إلها علاقة بالتفجيرات بالزلازل بتشهد هاي الفترة بعض الأمور اللي إلها علاقة قمع الحريات حرية التعبير ممكن يتعرض بعض رجال الصحاف لأنها إلها علاقة بالفكر وبالاتصالات والمواصلات أو الكتاب لمتابعة قضائية أو اعتقالات طيب الزاوية اللي بعدها هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي رح تكون تأثيراتها من يوم 23.1 لغاية 22 يعني نقدر نقول حتى 24 لأنه هي الزاوية أساسا يعني تأثيراتها يوم 23 فمنوخد يبل بيوم وبعديها بيوم هي 23.1 من يوم 22.1 ليوم 24.1 تأثيراتها عند حدوث هذا الاتصال طبعا هاي الزاوية أي زاوية اقتران دائما نعطيها نوع من أنواع ضعف يعني إيجابية ولكن مش قوية كثير يعني يعني بعطيها نسبة 25% 30% إيجابية فقط عند حدوث هذا الاتصال بتعزز هذا الاتصال بعزز قدرتنا الفكرية وبسهل علينا فهم بعض المواضيع العلمية صعبة أو تعذر علينا فهمها بالسابق وبزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية طيب الزاوية اللي بعدها هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهاي ذروتها يوم 29 1 بيبدأ تأثيرها من يوم 27 1 لغاية يوم 1 2 هاي من طبيعتها برضو لأنها اقتران حكينا ضعيفة شوي بتزيد من حدة ذهننا والحس النقدي بتمنحنا حب العدالة الاهتمام بالأمور الغامضة بتساعدنا في تنظيم أعمالنا إنجاح مشاريعنا اتخاذ قرارات لازمة طيب هنا هاي هي معظم الزوايا اللي رح تصير في أوقات رح يصير في اللي هو احنا منسميه خالي لاتصالات يعني بعض بسميها محترق لأنه بشكل زوايا فمنعطيه نحوصي أكتر بنجد أنه تواجد كوكب عطارد أو رح يشكل زاوية التربيع سلبية وحيدة زاويتين اغتران إيجابية ولكن هم زوايا مش قوية عشان هيك بيغلب أغلب الوقت بيكون الانتحاسي والتأثيرات السلبية حتى نهاية شهر واحد ليش ليش حتى نهاية شهر واحد وخاصة الفترة الواقع ما بين تاريخ 14 واحد لغاية 28 واحد لأنه اتزاما فترة تراجع عطارد مع تراجع الزهرة فاثنين لما يصير يتراجع تعتبر هاي من الفترات الصعبة هذا العام لأنه هذولا كوكبين أساسيات سريعات الحركة مرافقات للشمس فعشان هيك تأثيرات هم اثنين لهم في بعض النقاط تأثيرات مشتركة اللي هي أشياء اقتصادية أشياء بسوق المال ضربات سوق المال أسعار العملة بتنزل بتطلع الشغلات انه الفترات اللي بتراجع من ننصح التجميل والزواج والارتباط فيهم فطبعا بترافقوا انه اثنين مع بعض يعززوا نفس النقاط رح يجتمعوا في تراجع واحد على المقربة من بعض فعشان هيك نعطي انها هاي فترة صعبة مش سهلة اللي هي حكيناها من فترة يوم 14 واحد لغاية يوم 28 واحد يعني بمعنى آخر في عنا فترة أسبوعين صعبين طي عطارد احنا اللي بيهمنا عطارد انت نطيتلي على الزهرة وعن الأشياء هاي يعني خلينا في عطارد عشان نفهم عطارد ايش بحكي عطارد بفترة تراجع رح يكون له تأثيرات كبيرة على حياتنا نشعر بالتشويش في حياتنا اليومية بيبدأ التأثير السلبي للتراجع زي ما حكينا قبل بخمس أيام وبعد بخمس أيام تراجع عطارد بأثر على الاتصالات بتتعطى الهواتف بصورة مفاجئة بتضيع رسائل في البريد بيتأخر طرد بريدي أو أوراق أنت بتنتظرها بتتأخر بتكتض حركة المرور الشوارع بصير فيها زحمة بشكل مفاجئ بدون سبب بدون مش معروف ليش ممكن ننتظر بالشوارع فترات طويلة عادة في فترة التراجع بتكثر حوادث السير بتصير بشكل ملحوظ بتزداد سرقة السيارات ناهيك عن خراب أو تلف فجائي بحل بالسيارة بالكهربط السيارة بمتور منلاحظ أيضا في فترة التراجع طارد أنه عدد كبير من الأجهز الكهربائية المنزلية أو اللي في المصانع أو هاد بتتعطل بصورة فجائية بدون سابق انذار مثل تلفزيون مدياع غسالة ثلاجة كمبيوتر تلفون بالمصانع نفس الشي بصير أعطال بالكمبيوترات أو الأجهزة الكهربائية أو الأجهزة التوصيل في هاي الفترة لازم نحذر من توقيع العقود لأنه إذا بدك توقع على عقود لازم تقرأ البنود بند واتدقق فيها عشان ما يتصرب بند معين هيك يجيب لك متاعب في وقت لاحق يعني بنصح بتأجيل توقيع أي عقد اللي بقدر يأجله ويبفضل أنه بعد التراجع لأنه لازم تستشير ذوي الخبرة عشان تتأكد من كل البنود زي ما حكنا ما بنصح أي شخص في فترة التراجع كفالة شخص تاني أو إقراض مال في فترة التراجع من لاحظة عدم استقرار الوضع المالي بصورة عامة على الأشخاص اللي بيشتغلوا في المضاربة في السوق المالي أو البورصة اللي بيتعاملوا بتغيير العملات أو بالأسهم هذولا بدهم ينتبهوا بشكل كبير بالفترة هاي إنه بصير الإشي مش محزور عليه تذبذب بصير بالأسعار بكل الاتجاهين يا صعود مفاجئ يا نزول مفاجئ وبدون سابق انذار فمحتمل الخسارات تكون واضحة الأمور السلبية برضو من تراجع وطارد اللي هو النسيان بالتشويش اللي ممكن نصيبنا ممكن نفقد حاجياتنا مفاتيحنا أوراقنا الثبوتية في مجالات الدراسة بتخف القدرة على الاستيعاب وبتزول الرغبة بالالتحاق بدورات دراسية أو ممكن ما نزبط بامتحان لأنه مش مركزين أكثر الأشخاص اللي طبعا لازم ينتبهوا اللي بتراجع عندهم الكوكب يعني دلوا أواخر اللي هي العشرية الثالثة من الجدي موليد برج الجوزاء موليد برج العذرة هسأ بدو قولك ليش إحنا يعني لازم كل مرة تدخلنا في أي إشي نحس لازم تحط الجوزاء والعذرة في شوراق غيرهم لا الكوكب الأساسي اللي بيتحكم في هدول البرجين هو عطارد وبما أنه كوكبهم الأساسي هو اللي بدو يتراجع فهم أكثر الأشخاص المتضررين بعد أصحاب الدلو وأصحاب الجديد طيب الأبراج الثانية إيش بدهم يتأثروا شو بصير عندهم طيب خلينا نحكي عن الأبراج طبعا يبل ما تدخلوا نحكي عن الأبراج لازم أنصحكم نصيحة دائما لما بحكي الأبراج اليومية أو بأحكي أنا أخبار فلكية بقولك اسمع برجك واسمع طالعك في ناس بقولك طيب أنا اسمعت برجي واسمعت طالعي وطلع المتناقضات شو أسوي تجمع ما بينهم يعني اجمع هذا حكى لك دير بالك في السياقة وهذا حكى لك دير بالك في الشراكة دير بالك في السياقة ودير بالك في الشراكة يعني الأثنين الأمرين ما تقول لا بدأ أخذ هاي بديش أخذ هاي مش عمزاج الشخص يعني هاي مش أنك بتنقي نقا بدك تسمع اثنين وتأخذ من احتياطات لاثنين وبدك تأخذ من نصائح لاثنين وبدك تأخذ من تشجيع لاثنين يعني على الجهة على كل الجهات بدك تنتبه طيب الآن أنا بدي أحكي برج وبدأ أحكي طالع يعني بحكي برج الحمل واللي طالعهم حمل يسمعوا ماشي الآن لما بحكي مثلا واحد برج حمل وطالعوا جوزاء يسمع برج الحمل ويسمع الجوزاء أوكي برج الحمل في فترة التراجع بتكتم تنعوا عن مواجهة أو فرض السيطرة على صديق المرحلة الأولى من التراجع يعني علاقات الصداقة ممكن شوي بصير فيها نوع من أنواع التوتر أو خلاف أو تفقد ثقة صديق أو ممكن تنقطع علاقة ما بينك وبين صديق أو يخيب أملك صديق في المرحلة الثانية اللي هو لما بوصل للجدي بتكون تتجنبوا الدخول في مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل وبيتكون تحافظوا على سمعتكم برج الثور واللي طالعهم ثور بتكون تتجنبوا الدخول في أي مواجهة مع المسؤولين في مجال العمل وبيتكون تحافظوا على سمعتكم قدر الإمكان من أي تشويه في الفترة هاي بتميل إهمال مشاريعك ممكن تتعرض سمعتك الاجتماعية لبعض الشبهات عليك التحلي بالصبر بس ما تبادر بأي شيء أما بفترة انتقال التراجع للجدي فبتكون تحذروا في أمور العلاقة بالسفر البعيد أو الامتحانات الجامعية وبتكون تتجنبوا القضايا القضائية يعني السفر البعيد بدكون تتفقدوا أوراقكم أمتعتكم كل شيء بتعلق بأمور السفر لأنه سهل جدا أنك تنسى أي شيء بالنسبة لموليد الجوزاء واللي طالعهم جوزاء بدهم يحذروا في أمور السفر البعيد وبدهم يتجنبوا القضايا القضائية لأنه بكون البيت التاسع لإلهم وبرضو بدهم ينتبهوا عن تقديم الامتحانات ما يعتمدوا على الحضوض نهائيا وعليك الحذر من الوعود لأنه في هاي الفترة كل ما يتم الوفاء بهاي الوعود يستحسن في هاي الفترة أنك تأخذ حذرك أثناء السفر ما بنحكي لك أجل ولكن بدك تتفقد أوراقك بدك تتفقد أمتعتك موعد الطيارة كل الأمور لما بتراجع الآن بصير بالجدي بدك تحذروا من أي شراكة مالية تحذروا على أموال غيركم بدك تحذروا في أمور الأموال المشتركة أموال الزوج أموال بنك أموال قرض ميراث هذولا كلها لازم يكون فيها نوع من أنواع الحذر برج السرطان واللي طالعهم سرطان بدهم يحذروا في أي شراكة مالية لأنه بفترة وجود القم التراجع في الدلو بيزيد الطيش وبتزيد العصبية ممكن تسمع خبر سيء برضو معنى شوية لها علاقة بدك تحذر أثناء تنقلاتك أثناء سفرياتك طبعا الشراكات المالية هي أهم النقاط للمصاريف لزيادة وأموال البنوك أو الأموال الغير في فترة تراجع لما برجع وبصير بالجدي يعني مقابلك تماما بيت الشراكة المالية والعاطفية فعشان هيك بدك تذه دير بالك أثناء تعاملك مع الزوج من العصبية أو من شركاءك في العمل من سوء تفاهم أو وممكن شوية عداء أو مشاكل فبدك تضبط أعصابك بالنسبة لموليد برج الأسد واللي طالعهم أسد بدهم يديروا بالهم في أمور الشراكة العاطفية والشراكة المالية لأنه بكون في الدلو مقابلهم تماما فممكن يصير في بعض الخلافات أو النزاعات مع شركاءك أو مع زوجتك وخصوصا في العمل ومع زملائك بالعمل بدك تنتبه إلى هذه النقطة في فترة لما برجع تراجعيا وبوصل للجدي هنا بدك تنتبه من الأمور اللي لها علاقة بزملاء العمل وبدك تمتنعوا عن رفع حاجيات تقيلة عن الأرض بدك تديروا بالك على صحتكم أكثر شيء خصوصا أثناء الحركة من بعض الإصابات أما بالنسبة لموليد برج العذراء واللي طالعهم عذراء فهنا بتركز هاي الأمور على العمل داسية ما في العلاقة مع زملائكم في العمل بدكتون تنتعوا برضو عن رفع حاجيات ثقيلة عن الأرض أو رفع أوزان معينة أو حركة مش اعتيادية لا ألام أسفل الظهر أو الجهاز العصبي أو الحركي طبعا هذا الأمر لأنه القمر بيكون موجود في بيت الصحة وهو العلاقة بالحركة فبأثر على الجهاز الحركي وممكن بالفترة هاي يصير فيه نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع رفاقك بالعمل وانتبه أو احذر من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه وخصوصا في العمل أما بالنسبة لما برجع وبصير موجود في الجدي عطارا في الجدي بدكوا تضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع أحبائكم من سوء التفاهم أو فرض السيطرة عليهم اللي ممكن هذا يسبب خلاف أو حدية بالتعامل أكثر ما بينكم بالنسبة لموليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع الأحباء هاي الوضعية طبعا لما بيكون موجود بالدلو بيجعلك هذا الشيء متردد ممكن تسمع خبر غير صار عن شخص قريب إلك بتكون تجنب ومواجهة مع أفراد العائلة برضو لما برجع للجدي بيعزز على أمور البيت عشان هيك بتكون تمتنعوا عن مواجهات أو سوء تفاهم أو حدية بالتعامل مع أحد أفراد العائلة وبدكوا تحذروا من النيران والأدوات الحدي وخصوصا الستات اللي بتشتغل في البيوت من الجروح أهم نقاط وممكن يصير عندكم أعطال كثيرة في المنزل بالنسبة لموليد برج العقرب لما بيكون القمر موجود بالدلو بدهم يتجنبوا مواجهة مع أحد أفراد العائلة وبدهم يحذروا النيران والأدوات الحدي والأعطال المنزلية وممكن يعرف محيطك شوي التوتر بسبب سوء تفاهم وممكن تتعرض لبعض الإرهاق العصبي أما في فترة لما برجع وبصير موجود بالجدي بتكون تحذروا من السفر أو التنقلات أثناء تنقلاتكم قيادتكم للسيارة وخصوصا داخل المدن وبتكون تجنبوا المواجهة الحدي ما بينك وبين أخ أو جار الأهم أنه أثناء حركتكم برضو تنتبه أنه مثلا إيدك تضرب في طاولة رجتلك شوي تضرب في شي يعني تصطدم أو ترتطم في أي شي فتتأذى بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس بدهم يحذروا أثناء تنقلاتهم ما بين المدن بالسيارات أكثر ناس رح يعانون من الزحمات والأعطال بالسيارات والأجهزة الإلكترونية القوس بدهم يتجنبوا مواجهة مع أخ أو جار ممكن تسمع خبر سيء يجعلك متردد أو متحير أو يدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء بعض الأسرار بدك تكون حذر في كلامك وفي مراسلاتك أما لما برجع وبصير موجود في برج الجدي عطارد فهنا ممكن تستفيد ماليا ولكن للأسف رح تتصاعد عندك النفقات أكثر فأكثر بالنسبة لما هوليد برج الجدي واللي طالعهم جدي هنا بما أنه رح يكون موجود بالدلو وإحنا حكينا أنتو أكثر ناس بتكون تنتبهوا الجدي والدلو فبما أنه في المرحلة الأولى رح يتراجع في الدلو فأنتو هنا بتكون تنتبهوا على الأمور المالية لأنه ممكن تكسبوا بعض الأموال ولكن رح تتصاعد عندكم النفقات وتصيروا ملزمين بدفعات مالية أكثر العلاقات بتصير متوترة مع الرفاق في العمل وممكن ترتكب أخطاء في أراءك وأحكامك بدك تتجنب التوقيع على بعض الوثائق المهمة أما لما برجع يعني تراجعيا وبصير عندك عطارد فهون بتكون تضبط عصابكم أثناء التعامل مع الغير لأنه في استعداد للتصرفات المتسرعة في هاي الفترة بالنسبة لموليد برج الدلو واللي طالعهم الدلو طبعا بدهم يضبطوا عصابهم أثناء التعامل مع الغير لأنه عندهم استعداد لتصرفات متسرعة ممكن تشتكي من بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك بسبب تلاهوفك بسبب سرعة انفعالك لازم تتجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذلك انتبه أثناء تنقلاتك ممكن تسمع بعض الأخبار المتناقضة فتمفعل على إثارها بدك تتروى شوي الآن لما برجع وطارد وصير للجدي فهون بدك تحذر من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك أو يستغيبوك أو يبلشوا يكيدوا لك في مسائل معينة من وراء الكواليس يعني بتكون انت مش من تبهلهم أو مش عارفهم فبدك أما بالنسبة لموليد برج الحوت بما أنه تراجع الأول في الدلو اللي هو بيت متاعبكم فأنت أكثر ناس برضو بدك تحذروا من أشخاص بتآمروا عليكم من وراء الكواليس ممكن تتعرض لكلام سيء أو كلام يسيء لك أو إفشاء بعض الأسرار اللي بتتعلق فيه فعشان يقول لك حاول أنك ما تهتم إلها كثير أضبط أعصابك كلها ثلاث أسابيع وبنتهي تراجع وبعديها تعرف تتعامل معهم بالنسبة لتراجع الثاني لما بوصل للجدي وأنا بنقول لك بدك تمتنع عن مواجهة أو فرض السيطرة على صديق أو على زميلك بالعمل مثلا أو على رئيسك بالعمل بدك تنتبه من أي مقرات طبعا في النهاية كل اللي أنا حكيت هذا والله أعلم أنا ما بعلم الغيب يعني هي مجرد حسابات إحنا حسبناها فما منعرف منصيب فيها منخيب فيها إذا صبنا فهو توفيق من الله إذا خبنا فالعيب فينا إحنا في حساباتنا عشان دائما منقول والله أعلم ثاني شي بالمأن الحلقة أعذروني شوي بطيء بالكلام أو شوي بتلاقوني ضعفة بالكلام لأنه صحيا أنا تعبان ما حطيت الخارطة الفلكية لأنه المكان اللي بسجل فيه مش في البيت ولكن الخلفية هاي والأمور هاي اضطرنا أن نعمل نفس اللوكيشن على أساس أنه أخذون هيك أقول لكم أنه أنا في البيت أنا فعليا شوي بعلاج يعني عشان هيك صحيا تعبان بتمنى الجميع يدعيلي وإن شاء الله فترة وبتمضي على خير إن شاء الله طبعا راح تشوف اختلاف كثير في شكلي في الفترة القادمة إن شاء الله أنه ما يصير شيء ولكن هذا المتوقع في النهاية نقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر